بسم الله الرحمن الرحيم يقرأه عليكم عمر البساطي المجلس الثالث القسم الثاني سيرته صلى الله عليه وسلم الباب الأول قبل البعثة مولده صلى الله عليه وسلم ولد صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفيل يوم الاثنين من شهر رابيع الأول قبل الهجرة بثلاثة وخمسين سنة الموافق لسنة خمسمائة وواحد وسبعين للميلاد وكان أمر الفيل وحبش الله له عز وجل له تقديمة قدمها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وبيته أبو عبد الله بن عبد المطالب تغفي ورسول الله صلى الله عليه وسلم حمل فولد صلى الله عليه وسلم يتيما أمه آمنة بنت وهب من بني زهرة ماتت ولم يستكمل إذ ذاك سبع سنين كفالته كفله بعد وفاة أمه جده عبد المطالب ثم توفي ولرسول الله صلى الله عليه وسلم نحو ثمان سنين ثم كفله عمه الشقيق أبو طالب واسمه عبد مناف مرضعاته صلى الله عليه وسلم أرضعته ثويبة مولاة أبي لهب وأرضعت معه أبا سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي رضي الله عنه بلبن ابنها مسروح وأرضعت معهما عمه حمزة بن عبد المطالب رضي الله عنه وأرضعته حليمة السعدية أرضعته بلبن ابنها عبد الله أخي أنيسة وجدامة وهي الشيماء أولاد الحارث بن عبد العز بن رفاعة السعدي وأرضعت معه ابن عمي أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطالب رضي الله عنه حواضنه أمه آمنة وثويبة مولاة أبي لهب وحليمة بنت أبي ذؤي بن السعدية والشيماء بنت حليمة السعدية وأخته صلى الله عليه وسلم من الرضاع وهي التي قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم في وفد هواز فبسط لها رداءه وأجلسها عليه رعاية لحقها ومن حواضنه أيضا أم أيمن بركة الحمشية رضي الله عنها وكان صلى الله عليه وسلم ورثها من أبيه وكانت دايته زوجها صلى الله عليه وسلم من حبه زيد بن حارثة رضي الله عنه فولدت له أسامة بن زيد رضي الله عنه وهي التي دخل عليها أبو بكر وعمر رضي الله عنهما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال لها ما يبكيك إن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم فقالت إني لأعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صار إلى خير مما كان فيه ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع عنا من السماء فهيجتهم على البكاء فجعلا يبكيان معها رضي الله عنهم عمله صلى الله عليه وسلم رعى صلى الله عليه وسلم الغنم وكان ذلك سببا في صبره ورحمته بالضعفاء ورعايته لهم قال صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم فقال أصحابه وأنت قال نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة تجارته وزواجه لما بلغ صلى الله عليه وسلم خمسا وعشرين سنة خرج إلى الشام في تجارة فوصل إلى بصرة ثم رجع فتزوج عقب رجوعه خديجة بنت خويلد رضي الله عنها أول زوجاته بناء الكعبة لما بلغ صلى الله عليه وسلم خمسا وثلاثين تضعضعت الكعبة فقامت قريش في إعادة بنائها فتقاسمت بطون قريش الكعبة وأخذ كل منهم ناحية فلما بلغ البنيان ناحية الحجر الأسود اختلفوا في من يرفعه إلى موضعه ولبثوا على ذلك أربع ليال أو خمسة ثم اتفقوا على أن يحكم بينهم أول من يدخل من باب المسجد فكان صلى الله عليه وسلم أول من دخل فحكموه بينهم فأمر بثوب وجعل فيه الحجر ثم حملت كل قبيلة بناحية منه حتى بلغوا موضعه فوضعه هو صلى الله عليه وسلم بيده خلوته صلى الله عليه وسلم قالت عائشة رضي الله عنها حبب إليه صلى الله عليه وسلم الخلاء فكان يخلو بغار حراء يتحنث يتعبد فيه الليالي أولاة العدد وبغضت إليه الأوثان ودين قومه فلم يكن شيء أبغض إليه من ذلك الباب الثاني بداية الوحي لما كمل له صلى الله عليه وسلم أربعون سنة أشرق عليه نور النبوة وأكرمه الله تعالى برسالته في يوم الاثنين نبوته صلى الله عليه وسلم قالت عائشة رضي الله عنها أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال قرأ قال ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال قرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال قرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال قرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العز بن عم خديجة وكان امرأا قد تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت له خديجة وسلم أوى مخرجيهم قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي وإني يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي قال صلى الله عليه وسلم بيناء أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فهجر فحمي الوحي وتتابع مراتب الوحي واحد الرؤية الصادقة وكانت مبدأ وحيه صلى الله عليه وسلم قالت عائشة رضي الله عنها فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلاق الصبح إثنان الإلقاء في روعه يلقيه الملك في روعه صلى الله عليه وسلم وقلبه من غير أن يرى قال صلى الله عليه وسلم إن الروح الأمين نفث في روعي وأخبرني أنه الحديث ثلاثة تمثل الملك قال صلى الله عليه وسلم ويتمثل لي الملك أحيانا رجلا فيكلمني فأعي ما يقول وفي هذه المرتبة كان يراه الصحابة رضي الله عنهم أحيانا أربعة صلصلة الجرس قال صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال وقالت عائشة رضي الله عنها رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا بل إن راحلته لتبرك به إلى الأرض إذا كان راكبها خمسة الملك في صورته يراه صلى الله عليه وسلم في صورته التي خلق عليها فيوحي إليه ما شاء الله أن يوحيه وهذا وقع له مرتين كما ذكر الله في سورة النجم ستة وحي من الله وهو ما أوحاه الله إليه مباشرة وهو فوق السماوات السبع ليلة المعراج من فرض صلاة وغير ذلك سبعة كلام الله له حيث كلمه الله عز وجل منه إليه بلا واسطة ملك كما كلم الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام أول ما نزل عليه صلى الله عليه وسلم نزل عليه الخمس آيات الأولى من سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم مراتب دعوته صلى الله عليه وسلم واحد النبوة اثنان انذار عشيرته الأقربين ثلاثة انذار قومه اربع انذار قوم ما أتاهم من نذير من قبله وهم العرب قاطمة خمسة انذار جميع من بلغته دعوته من الجن والإنس إلى آخر الدهرة مراحل دعوته صلى الله عليه وسلم واحد الدعوة السرية ودامت ثلاث سنين أول البعثة اثنان الدعوة الجهرية لما أمر بذلك فاصدع بما تؤمر أول من آمن به صلى الله عليه وسلم من الرجال أبو بكر الصديق ومن النساء خديجة بنت خويلد ومن الصبيان علي بن أبي طالب ومن الموالي زيد بن حارثة ومن العبيد بلال بن رباح للحبشي رضي الله عنهم بعض السابقين من أول من آمن به صلى الله عليه وسلم بعد من ذكرنا أهل بيته صلى الله عليه وسلم ثم عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وخباب بن الأرد وصهيب نيرومي وعمار بن ياسر وأمه سمية وأبو عبيدة عامر بن الجرح وعثمان بن مضع وأبو سلمة بن عبد الأسد وعضبة بن غزوان رضي الله عنهم أجمعين الباب الثالث العهد المكي أذية المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لما رأى المشركون الصدق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم واجتماع الناس حوله آذوهم أشد الإهذاء ومن صور أذيتهم لا إشاعتهم عنه صلى الله عليه وسلم أنه ساحر لينفر الناس منه ويخافوه وإشاعتهم عنه صلى الله عليه وسلم أنه مجنون ليسفهه الناس وإشاعتهم عنه صلى الله عليه وسلم أنه كاذب ويدحض ذلك أنه كان قد عرف بينهم بالأمين لصدقه وأمانته والسخرية به صلى الله عليه وسلم وبما جاء به وإثارة الشغب والضوضاء إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو الناس ليصدوهم عن استمارع الوحي وما يأتي به من الحق استقبال من أتى من خارج مكة للعمرة أو الحج أو غيرهما وتحذيره من النبي صلى الله عليه وسلم أديته صلى الله عليه وسلم في جسده كما فعل عقبة بن أبي معيط إذ جذبه مرة من ثوبه حتى كاد يخنقه حتى رده عنه أبو بكر رضي الله عنه وألقى عليه سلا جزور حتى رفعت عنه ابنته فاطمة رضي الله عنها محاولة قتله صلى الله عليه وسلم إذ عرضوا على عمه أبي طالب أن يبدلوه إياه بعمارة ابن الوليد أن يبدلوه إياه بعمارة ابن الوليد ويقتلوه وأرادوا قتله كذلك عند إرادته صلى الله عليه وسلم الهجرة تعذيبوا من استضعفوه من المؤمنين وشدة أذيتهم كما كانوا يضعون الحجر على بطن بلال وكما فعلوا بآل عمار بن ياسر رضي الله عنهم وغيرهم الهجرة إلى الحبشة لما كثر المسلمون وخاف منهم الكفار اشتد أذاهم له صلى الله عليه وسلم وفتنتهم إياهم فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة إلى الحبشة وقال صلى الله عليه وسلم إن بها ملكا لا يظلم الناس عنده الهجرة الأولى إلى الحبشة هجر فيها اثنى عشر رجلا وأربع نسوة منهم عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو أول من خرج ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقاموا في الحبشة في أحسن جوار ثم بلغهم أن قريشا أسلمت وكان هذا الخبر كذبا فرجعوا إلى مكة فلما بلغهم أن الأمر أشد مما كان فرجع منهم من رجع ودخل جماعة فلقوا من قريش أذى شديدة وكان ممن دخل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الهجرة الثانية إلى الحبشة خرج فيها ثلاثة وثمانون رجلا وثمان عشرة امرأة فأقاموا عند النجاشي على أحسن حال فبلغ ذلك قريشا فأرسلوا عمر بن العاص وعبد الله بن أبي ربيع في جماعة ليكيدوهم عند النجاشي فرد الله كيدهم في نحورهم إسلام حمزة وعمر في السنة السالسة من البعثة أسلم حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وكان يسمى أعز قريش فعز به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أسلم عمر بن الخطاب ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فتقوى المؤمنون بهما وامتنعوا من قريش شعب أبي طالب اشتد أذى قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم فحصروه وأهل بيته في شعب أبي طالب ثلاث سنين وفي الشعب ولد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فنال الكفار منه صلى الله عليه وسلم أذى شديدا وخرج من الحصر وله تسع وأربعون سنة وفات أبي طالب وخديجة وبعد ذلك بأشهر مات عمه أبو طالب وله سبع وثمانون سنة ثم ماتت خديجة رضي الله عنها بعد ذلك بيسير فاشتد أذى الكفار له خروجه إلى الطائف خرج صلى الله عليه وسلم إلى الطائف هو وزيد بن حارثة رضي الله عنه يدعو إلى الله تعالى وأقام بها أياما فلم يجيبوه وآذوه وأخرجوه ورجموه بالحجارة حتى أدموا كعبيه فانصرف عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا إلى مكة ثم دخل مكة في جوار المطعم بن عدي إسلام عباس في طريق رجوعه صلى الله عليه وسلم لقي عداسا النصراني فآمن به وصدقه إيمان الجن وفي طريقه صلى الله عليه وسلم أيضا بموضع يقال له نخلة صرف إليه نفر من الجن سبعة من أهل نصيبين فاستمعوا القرآن وأسلموا الإسراء والمعراج ثم أسري بروحه صلى الله عليه وسلم وجسده إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى فوق السماوات بجسده وروحه إلى الله عز وجل فخاطبه وفرض عليه الصلوات عرضه صلى الله عليه وسلم الإسلام على القبائل أقام صلى الله عليه وسلم بمكة ما أقام يدعو القبائل إلى الله تعالى ويعرض نفسه عليهم في كل موسم أن يؤووه حتى يبلغ رسالة ربه ولهم الجنة فلم تستجب لهم قبيلة وادخر الله ذلك كرامة للأنصار فانتهى إلى نفر منهم ستة فاستجابوا لله ورسوله ورجعوا إلى المدينة فدعوا قومهم إلى الإسلام حتى فشى فيهم ولم يبقى دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار رضي الله عنهم وبيعة العقبة البيعة الأولى ثم قدم مكة في العام القابل اثنى عشر رجلا من الأنصار منهم خمسة من الستة الأولين فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء الواردة في سورة الممتحنة عند العقبة ثم انصرفوا إلى المدينة وفي البيعة الثانية قدم عليه في العام القابل منهم ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان وهم أهل العقبة الأخيرة فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم وأنفسهم فترحل هو وأصحابه إليهم واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم اثني عشر نقيبا الباب الرابع العهد المدني الإذن في الهجرة أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم في الهجرة إلى المدينة فخرجوا أرسالا متسللين أولهم فيما قيل أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي وقيل مصعب بن عمير فقدموا على الأنصار في دورهم فآووهم ونصروهم وفشل الإسلام بالمدينة ثم أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة فخرج من مكة يوم الاثنين في شهر ربيع الأول وله إذ ذاك ثلاث وخمسون سنة ومعه أبو بكر للصديق وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر ودليلهم عبد الله بن أوريقط الليثي فدخل غار ثور هو وأبو بكر فأقاما فيه ثلاثا ثم سلكا طريق الساحل دخوله صلى الله عليه وسلم المدينة لما انتهى صلى الله عليه وسلم ومن معه إلى المدينة وذلك يوم الاثنين الاثنتين عشرة ليلة خلت من شهر ربيع للأول نزل بقباء في أعلى المدينة على بني عمر بن عوف فأقام عندهم أربعة عشر يوما أول مسجد في الإسلام أسس صلى الله عليه وسلم مسجد قباء قال ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا وقال صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد قباء كعمرة بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم ركب صلى الله عليه وسلم ناقته وسار وجعل الناس يكلمونه في النزول عليهم ويأخذون بخطام ناقة فيقول خلوا سبيلها فإنها مأمورة فبركت عند مسجده اليوم وكان مربدا لسهل وسهيل غلامين من بني النجار فنزل عنها على أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه ثم بنى صلى الله عليه وسلم مسجده موضع المربد بيده هو وأصحابه رضي الله عنهم بالجريد واللبن ثم بنى صلى الله عليه وسلم مسكنه ومساكن أزواجه إلى جنبه وأقربها إليه مسكن عائشة رضي الله عنها ثم تحول صلى الله عليه وسلم بعد سبعة أشهر من دار أبي أيوب رضي الله عنه إليها المؤاخة بعد أن بنى صلى الله عليه وسلم المسجد آخا بين المهاجرين وكانوا تسعين رجلا وبين الأنصار على المواسعة ويتوارثون بعد الموت إلى وقعة بدر اليهود لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وراءه اليهود علموا أنه رسول الله حقا وأنه الذي كانوا يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة ومع ذلك لم يسلم منهم إلا نفر قليل منهم عالمهم وحبرهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه ووادع النبي صلى الله عليه وسلم قبائل اليهود وهم بنوا قينقاع وبنوا النظير وبنوا قريضة تحويل القبلة بعد فرض الصلاة في المعراج كان صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس وكان يود أن تحول قبلته إلى الكعبة فجعل يقلب وجهه في السماء يرجو ذلك فأنزل الله عليه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها في السنة الثانية للهجرة فغير صلى الله عليه وسلم قبلته إلى الكعبة الإذن بالجهاد بعد أن استقر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية ومنعه الأنصار رضي الله عنهم نزل قول الله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله فأذن الله تعالى للمؤمنين بقتال المشركين وكان من أوائل غزواته صلى الله عليه وسلم غزوة الأبواء وأبواط والعشيرة وبعض السرايا غزوة بدر في رمضان من السنة الثانية خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا من المؤمنين في طلب عير قريش العائلة من الشام فانحرف أبو سفيان عن الطريق بالعير وأغرى الشيطان قريشا فخرجت لقتال المؤمنين فالتقوا في بدر وكانت غزوة بدر الكبرى التي سميت يوم الفرقان ولما التقى الجيشان دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه وتضرع إليه فأيد الله المؤمنين بالملائكة يقاتلون معهم ونصرهم الله تعالى على القوم الكافرين وأعلى كلمته وقتل في بدر من المشركين سبعون رجلا واستشهد من المؤمنين أربعة عشر رجلا غزوة قينقاع في السنة الثالثة من الهجرة نقض بنو قينقاع الصلح فحصرهم النبي صلى الله عليه وسلم خمس عشرة ليلة ثم نزلوا على حكمه فأطلقهم وكانوا سبعمائة غزوة أحد وفي شوال كانت غزوة أحد حيث خرجت قريش لتثأر لقتل بدر في نحو من ثلاثة آلاف رجل وأتوا المدينة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في نحو من سبعمائة من أصحابه إلى أحد وانخذل عنه المنافقون وكانت الكرة أولى النهار للمسلمين ثم امتحن الله المسلمين ورد الكرة للمسركين حتى خلصوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجرحوه وكسروا رباعيته وقاتل معه يومئذ الملائكة واستشهد سبعون من الصحابة رضي الله عنهم منهم حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير وأنسه بن النظر وحنظالة الغسيل وغيرهم وأبلى طلحة بن عبيد الله بلاء حسنا يوما حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب طلحة وانحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون إلى الجبل وكفى الله أيدي المشركين عنهم وكان يوم أحد يوم بلاء وتمحيص امتحن الله فيه المؤمنين وأظهر المنافقين وأكرم من شاء بالشهادة وبعد الغزوة سمع صلى الله عليه وسلم بخروج قريش مرة أخرى يريدون استئصال المسلمين فخرج إليهم معماب المؤمنين من قرح فلما بلغ المسلمون حمراء الأسد بلغ ذلك قريشا فانخذلوا ورجعوا إلى مكة السنة الرابعة للهجرة في السنة الرابعة كانت وقعة بئر معونة التي قتل فيها سبعون من قراء الصحابة وكانت غزوة بني النظير الذين حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى قذف الله في قلوبهم الرعب وأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وفيه بنزلت سورة الحشر غزوة المريسعة في السنة الخامسة خرج النبي صلى الله عليه وسلم لقتال بني المصطلق ورجع صلى الله عليه وسلم منتصرا وفي طريقه شرع التيمم ووقعت حادثة الإفكة حيث اتهم المنافقون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي الطاهرة المطهرة واشتدت ذلك عليها وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله براءتها في سورة النور وجلد القاذفون الحد غزوة الأحزاب في شوال من السنة الخامسة كانت غزوة الخندق والأحزاب حيث تواطأ اليهود مع قريش ومن حالفهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فارتمع من قريش ومني سليم وبني أسد وفزارة وأسجع وغيرهم عشرة آلاف وأتوا المدينة وأشار سلمان الفارسي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم ببناء خندق يحميهم من الأحزاب فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة آلاف وتحصن بجبل سلع وجعل الخندق أمامه واستأمن حلفاءه بني قريضة إلا أنهم نقضوا العهد ووافقوا الأحزاب فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم نعيم بن مسعود رضي الله عنه إليهم وإلى الأحزاب فاستعمل معهم الخدعة وأفسد بينهم ثم أرسل الله على الأحزاب جندا من الريح تقوض خيامهم وتكفأ قدورهم فزلزلتهم الريح وألقت في قلوبهم الرعب وخذلتهم فانصرفوا لم ينالوا كيدا وخرج صلى الله عليه وسلم إلى بني قريضة وحكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه وفي هذه الغزوة نزلت سورة الأحزاب صلح الحديب في السنة السادسة خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ألف وأربع بائة من أصحابه يريد العمر فلما برغ الحديبية منعته قريش من دخول مكة وصالحهم على أن تضع الحرب أوزارها عشر سنين فكان ذلك فتحا للمؤمنين كما قال تعالى إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنَا وكان مما حصل عليه الصلح أن تسمح قريش للمؤمنين بدخول مكة في السنة التالية للعمرة فكانت عمرة القضاء في ذي القعدة من السنة السابعة غزوة خيبر بعد رجوعه صلى الله عليه وسلم من الهديبية بعشرين يوم خرج إلى خيبر شمال المدينة فحاصر اليهود قريبا من عشرين ليلة جهد المسلمون فيها جهدا شديدا فلنبا أيقن اليهود بالهلكة سألوه صلى الله عليه وسلم الصلح فصالحهم على حقن دمائهم وخروجهم من خيبر بما عليهم من الثياب فقط ثم استعملهم على أرضهم على شطر ما يخرج منها قدوم جعفر لما كان صلى الله عليه وسلم في خيبر قدم أبو هريرة رضي الله عنه المدينة مسلما وفيها كذلك قدم جعفر بن أبي طالب بن بن عمه صلى الله عليه وسلم ومن بقي معه في الحبجة فوافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر وقدم معهم الأشعريون أبو موسى وأصحابه رضي الله عنهم غزوة موتى في سنة الثامنة كانت غزوة موتى وسببها أن شرحبيل بن عمر الغساني قتل رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ملك ضوم فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة آلاف من أصحابه وأمر عليهم حبه زيد بن حارثة رضي الله عنه وقال إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب على الناس وإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة فخرج إليهم هرقل ومن والاه من العرب في مئتي ألف فالتقوا في موتى وكانت الحرب فاستشهد أمراءه صلى الله عليه وسلم ثم أخذ خالد بن الوليد رضي الله عنه الراية فأحسن قيادة الجيش وانحاز بالمسلمين حتى خلصهم من عدو الله وعدوهم فتح مكة الأعظم في نفس السنة أعادت بن مكر وهم حلفاء قريش على خزاعة وهم حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم وأعنتهم قريش على ذلك خفية فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عازم على فتح مكة وقدم أبو سفيان المدينة ليكلمه صلى الله عليه وسلم فلم يسمع منه وكلم أبا بكر وعمر وعليا أن يكلموه صلى الله عليه وسلم فأبوا عليه ودعا صلى الله عليه وسلم أن يعمي على قريش فلا يعلم بخروجه إليهم فاستجابله وخرج صلى الله عليه وسلم في عشرة آلاف حتى دخل مكة وأسلم قبيل الفتح عم رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطالب رضي الله عنه وكان مما قاله عليه الصلاة والسلام عند فتح مكة من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن فلم يقاتل صلى الله عليه وسلم إلا من بادره بالقتل إلا قلة ممن آذاه صلى الله عليه وسلم وآذى المسلمين أهدر دمهم ولما دخل صلى الله عليه وسلم مكة طاف بالبيت غير محرم ثم دع عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة فكسر صلى الله عليه وسلم ما فيها وما حولها من الأصنام ثم أرجع المفتاح إلى عثمان بن طلحة وأسنع بعد فتح مكة خلق كثير بل صارت القبائل تفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلمة هدم الأصنام بعد أن فتح الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم مكة أرسل أصحابه لكسر ما حول مكة من الأصنام فأرسل عمر بن العاص رضي الله عنه لهدم سوع وسعد بن زيد رضي الله عنه لهدم منا وخارد بن الوليد رضي الله عنه لهدم العزة والطفيل رضي الله عنه لهدم ذي الكفين وأرسل علي رضي الله عنه لهدم صنم الطين غزوة حنين لما سمعت هوازن بفتح مكة أجمعوا السير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وساقوا معهم أموالهم ونساءهم وذراريهم فخرج إليهم صلى الله عليه وسلم في اثنى عشر ألف وأعجبت المسلمين كثرتهم حتى أتوادي حلين فشدت هوازن عليهم شدة رجل واحد حتى انشمر الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الفزع وثبت معه صلى الله عليه وسلم نفر من المهاجرين وأهل بيته ثم ثبت الله الذين آمنوا فرجعوا إليه صلى الله عليه وسلم وقاتلوا معه حتى نصرهم الله على عدوهم وفرت هوازن إلى الطائف ثم جاء أربعة عشر رجلا من هوازن مسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه أن يمن عليهم بالسبي ففعل وفعل الناس معه غزوة الطائف بعد أن فرغ صلى الله عليه وسلم من هوازن عزم على غزو الطائف فأتاها وحاصر الحصن ثمانية عشر يوما ثم رجع صلى الله عليه وسلم ولم يلقى قتالا غزوة تبوك وفي سنة تسع كانت غزوة تبوك غزوة العسرة وكانت في وقت شديد الحر وفي وقت الثمار والظلال فكان الخروج إليها أشد ما يكون على الناس ولما أرد صلى الله عليه وسلم الخروج حض الناس على النفقة فأنفق عثمان رضي الله عنه ثلاثمائة بعير بأحلاسها وأقتابها ومعها ألف دينار فقال صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم وأنفق الصحابة ما يقدرون عليه وتخلف عنه صلى الله عليه وسلم عامة المنافقين وتخلف ثلاثة من خيار أصحابه لغير عذر هم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع رضي الله عنهم فاعتذروا إليه صلى الله عليه وسلم لما رجع المدينة وفيهم نزلت آية التوبة وعلى ثلاثة الذين خلفوا فتاب الله عليهم لما علم من صدقهم ودم الله المنافقين في هذه السورة وختم عليهم فسميت السورة بالفاضحة لأنها فضحتهم غزوة تبوك وفي هذه الغزوة صالح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب أيلة على الجزية وكذا أهل جربا وأذرح وكتم لهم كتابا وصالح أكيدر دومة على الجزية كذلك وأقام صلى الله عليه وسلم بتبوك بضع عشرة ليلة ثم انصرف إلى المدينة ولم يلقى قتالا ولما رجع إلى المدينة أمره الله تعالى بهدم مسجد الضرار الذي بناه المنافقون ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله فهدمه صلى الله عليه وسلم وهذه آخر غزوة غزاها صلى الله عليه وسلم بنفسه الوفود بعد غزوة تابوك أسلمت ثقيف وسميت سنة تسع سنة الوفود فصارت القبائل تفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلمة ومنهم وفد بني تميم وسيدهم عطارد بن حاج بن التميمه ووفد طيء وسيدهم زيد الخيل ووفد عبد القيس وسيدهم الجارود العبدي ووفد بني حنيفة وفيهم مسلمة الكذاب الذي ادعى النبوة فيما بعد حجة أبي بكر وفي السنة التاسعة بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه أميرا على الحج فأقام الحج للناس وبعث صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه يقرأ مطلع سورة التوبة على الناس ونبذ إلى أهل الشرك عهودهم وأذن في الناس أنه لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان كما كان يفعل أهل الجهلية حجة الوداع وفي السنة العاشرة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وخرج معه المسلمون من شتى القبائل والبلدان حتى بلغوا أكثر من مئة ألف فعلمهم صلى الله عليه وسلم مناسك الحج وخطبهم يوم عرفة وتلا قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فأخبرهم أن الدين قد كمل وأوصاهم بالتزام ما جاء في الكتاب والسنة وحرم نماءهم وأموالهم وأعراضهم على بعضهم فكانت خطبة وداع منه صلى الله عليه وسلم بعث أسامة في شهر صفر من السنة الحادية عشر جهز صلى الله عليه وسلم جيشا لقتال يضوم واستعمل عليه أسامة من زيد رضي الله عنهما فخرج وعسكر بالجرف ثم بلغهم مرضه صلى الله عليه وسلم ملخص غزواته صلى الله عليه وسلم وبعوثه وسراياه غزواته صلى الله عليه وسلم وبعوثه وسراياه كلها كانت بعد الهجرة في مدة عشر سنين فأما سراياه وبعوثه فقريب من ستين وأما الغزوات فسبع وعشرون قاتل صلى الله عليه وسلم في دسع منها هي بدر وأوحد والخندق وقريضة والمصطلق وخيبر والفتح وحنين والطائف ونزل القرآن في بعضها ما نزل من القرآن في غزواته صلى الله عليه وسلم غزوة بدر نزلت فيها سورة الأنفال وتسمى سورة بدر غزوة أحد نزل فيها آخر سورة آل عمران من قوله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال إلى قبيل آخرها بيسير غزوة الخندق وبني قريضة وخيبر نزل فيها صدر سورة الأحزاب غزوة بني النظير نزل فيها سورة الحشر غزوة الحديبية وخيبر نزل فيها سورة الفتح وأشير فيها إلى الفتح وذكر الفتح صريحا في سورة النصر غزوة تبوك نزل فيها آيات من سورة التوبة وجرح صلى الله عليه وسلم في غزوة واحدة وهي أحد وقاتلت معه الملائكة منها في بدر وأحد وحنين ونزلت الملائكة يوم الخندق فزلزلت المشركين وهزمتهم ورمى فيها الحصباء في وجوه المشركين فهربوا وكان الفتح في غزوتين بدر وحنين وقاتل بالمنجنيق منها في غزوة واحدة وهي الطائف وتحصن في الخندق في واحدة وهي الأحزاب أشعر به عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه مرضه صلى الله عليه وسلم وموته ثم خير الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بين الدنيا وبين لقاء الله تعالى والجنة فاختار لقاءه والجنة فمرض صلى الله عليه وسلم مرضا شديدا واستأذن أزواجه أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها فأذن له فلما لم يقدر على الصلاة في المسجد أمر أبا بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس إشارة إلى أحقيته بالخلافة من بعده فلما كان يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول من السنة الحادية عشرة خرج صلى الله عليه وسلم إلى الناس وهم يصلون الصبح فرفع الستر وفتح الباب حتى رأوه فأشار إليهم أن يتموا صلاتهم وتبسم لهم ثم لما اشتد الضحى توفي صلى الله عليه وسلم وكانت وفاته أكبر مصيبة حلت بالمسلمين فاغتم المسلمون لموته صلى الله عليه وسلم غما شديدا ثم اجتمع الناس على أبي بكر رضي الله عنه فبايعوه بالخلافة ولم يتخلف عن بيعته أحد لما يعلم الناس من سابقته في الإسلام وفضله على سائر الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم ثم وصل صلى الله عليه وسلم وكفن في ثلاثة أثواب بيض ثم دفن في موضعه الذي توفي فيه في حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وتلك سنة الله في أنبيائه أنهم يدفنون حيث يقبضون وصل عليه الإنس والجن صلوات ربي وسلامه عليه نشهد أنه صلى الله عليه وسلم قد أدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده فجزاه الله عن أمته خير ما جزى نبيا عن أمته والحمد لله رب العالمين خاتمة قال حسان بن ثابت رضي الله عنه شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب فاجمعنا معا ونبينا في جنة تثني عيون الحسد في جنة الفردوس واكتبها لنا يا ذا الجلال وذا العلا والسؤد صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمدي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر